اشتركوا في القناة وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى قوله هم لعبيل أبي طالب رضي الله عنه وهذا بين يدي الكلام عن مسألة عظيمة سبق التنبيه عليها وهي مسألة الاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمر الخلف وقد قال الإمام الطحوي رحمه الله تعالى في المدن ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاهم وطغيان ونثلث الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأم قال ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ثم لعثمان رضي الله عنه قال ثم لعلي بن أبي طال رضي الله عنه وكما أشرنا قد سدق الحديث إلى أن وقفنا عند قوله ثم لعلي بن أبي طال رضي الله عنه قال ابن العز الحنفي رحمه الله وتعالي ثم لعلي بن أبي طال رضي الله عنه أي ومثبت الخلافة بعد أثمان وعلي رضي الله عنه قبل أن نستكمل إلى أنني أتلقى اقتراحات الإخوة بخصوص دراسة الكتاب الذي يكون بعد كتاب شرح العقيدة الطحوية وقد بقي لنا منه يعني أسابيع بإذن الله تعالى فأتلقى يعني آراء الإخوة فيه إن شاء الله قال ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهم لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة لما قتل عثمان رضي الله عنه بايع الناس عليا رضي الله عنه وكان علي رضي الله عنه يخشى أن يتولى أمر الناس في هذا الوقت وكان أكثر الناس كراهة لهذا الأمر رضي الله عنه لخشيته من ما ربما تقول إليه الأمور من فتن وكذا وكان يرد أن يربأ بنفسه عن هذه الفتن رضي الله عنه ولذلك في الحقيقة ما ربف علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند تولي الخلافة ما أحودنا إليه في الحقيقة في هذه الأيام ما أحودنا إليه في هذه الأيام هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ومع ذلك يخاف من أمر الإمارة والخلافة ولا سيما والزمان زمان فتنة والطراب وأثرت فيه أهواء الناس أو آراء الناس والأهواء فخاف رضي الله عنه ولذلك علي تولى الخلافة مكرها رضي الله عنه وهذا تنبيههم جدا حتى لا يظن البعض أن علي رضي الله عنه كان حريصا على أمر الخلافة ولذلك قاتل من أجلها بعد ذلك لا بل كان كارها رضي الله عنه لأمر الخلافة وأما قتاله رضي الله عنه للمخالفيه بعد ذلك فهذا من مقتضى الحال كما سيأتي لكن علي كان كارها للخلافة لكثرة ما كان من الاختلاف وشيوع الأهواء في الناس والأهواء وهذه الحقيقة إشارة أنا أشير من خلالها إلى شدة ولياذب الله فتنة الناس بهذا الأمر حتى وصل الأمر إلى أن اللصوص والمجرمين يتنازعون أمر إمارة المسلمين ولياذب الله وكذلك أيضا لا يمنع أن نشير إلى الصالحين الطيبين وكيف أن بعض الناس منهم ربما أمر الإمارة صار فتنة صار فتنة وصار ربما يطلبه طلبا كأنه لا يوجد في الأرض غيرها وهذه مسألة خطيرة جدا في الحقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا وأن يُبرم لنا أمر رشق قال ونسبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنه لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطعر خلص بايع الناس عليا خلصوا لإمام وإحنا هيجي معنا بعد شوية كده كلام يعني وإن كان ليس مباشرا وقد مر من الكلام عن الإمام وتولية الإمام والخليفة نحو ذلك فلما بايع الناس عليا صار هو الإمام ولا يجوز لأحد أن ينازعه في ذلك لا يجوز لأحد أن ينازعه في ذلك ولو كان معاوية رضي الله عنه ولو كان أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال صار إماما حقا واجب الطاعر وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة كما بل عليه حديث سفينة المتقدم ذكره أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة نبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء الخلافة على من هذه النبوة ستبقى ثلاثين سنة ثم بعدها يكون ملكا وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر فقد كانت الخلافة كما أخبر صلى الله عليه وسلم على من هذه النبوة ثلاثين سنة ثم صارت ملكا من أول معاوية رضي الله عنه كما ينته قال وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهر وخلافة عمر عشر سنين ونصفا وخلافة عثمان اثنتين عشرة سنة وخلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر وخلافة الحسن ستة أشهر وأول ملوك المسلمين كده تبقى ثلاثين سنة كاملة ثلاثين سنة مكتملة هذه الخلافة التي كانت على من هذه النبوة وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه بعد الخلافة صارت ملكا وكان أول ملك هو معاوية رضي الله عنه وهو أعدل ملوك المسلمين وأفضل ملوك المسلمين وأفضل من حكم المسلمين من الملوك كان معاوية رضي الله عنه والملك يعني التوريث يعني توريث الأمر في نسبه و ززيته لكن طبعا بخلاف التوريث المتعلق بالظلمة في زماننا والعياذ بالله كلما أراد إنسان منهم أن يورث يورث من وراءه ولو كان جاهلا أحمقا لا يعرف شيئا ولا ياذب الله فضلا طبعا أن مسألة التوريث هذه أو الملك هذه مسألة وإن كان لها وجه شرعي لكن لها أيضا قيود وتحفظات نعم قال أول ملوك المسلمين المعاوية رضي الله عنه هو خير ملوك المسلمين لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنه الخلاف يعني معاوية رضي الله عنه صار إماما وصار خليفة للمسلمين وأميرا للمؤمنين صار ذلك بعد أن تنازله الحسن رضي الله عنه فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه ثم بعد ستة أشهر فوض الأمر إلى معاوية فظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد أي الحسن وصيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين والقصة معروفة في موضوعه فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام سوى معاوية مع أهل الشام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن هو علي علي رضي الله عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى علي رضي الله عنه أول غلام في الإسلام علي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه من أول من أسلم من أول من أسلم يعني يعد في الخمسة الأوائل رضي الله عنه علي رضي الله عنه الفدائي علي رضي الله عنه الشجاع المقدام البطل المغوار علي رضي الله عنه زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم لما عرض أمر المباهلة مع النصارف وقد أخذ علي وفاطمة والحسن والحسين علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الفضائل والمناقب الكثيرة بل علي رضي الله عنه أكثر الصحابة ذكرا في الكتب لمناقبه أو أكثر الصحابة يعني ذكروا له المناقب العلماء ذكر له العلماء المناقب وهذا ليس لأجل أنه أفضل الصحابة وإنما لأجل ما كان من الطعن على علي رضي الله عنه ولذلك لما طعن على علي رضي الله عنه قام أصحاب علي رضي الله عنه وقام شيعة علي الذين كانوا على الحق في زمنه قاموا وجمعوا مناقب علي وفضائل علي وروها وأكثر منها ومنها بعد ذلك خرد طبعا التشيح الباطل بالغلوب والكذب والعياذ بالله فعلي رضي الله عنه تولى الخلافة بعد عثمان أي بعد مقتل عثمان وكان الأمر مأساوياً قتل عثمان في المدينة وقرح صرها الثوار وفيها من فيها من الصحابة وإن كانوا قلة وإن كانوا قلة وقد كان ممن كان في المدينة يومئذ علي رضي الله عنه وأولاد علي الحسن والحسين رضي الله عنهم ولذلك أكثر الصحابة ما كانوا في المدينة لأنهم كانوا في الحج أكثر الصحابة كانوا في الحج وعائشة أيضاً كانت في الحج ولذلك كان الأمر مأساوياً الثوار الذين جاءوا المدينة حاصروا علي حاصروا عثمان رضي الله عنه وكان رطشهم وبأسهم شديد وعلى ذلك وعلى رغم ذلك كان علي رضي الله عنه يريد أن يواجههم بعض الحسن والحسين ومن كان من أهل البيت ومن كان من الناس في المدينة لكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه خاف من أن يكون ذلك سبيلاً لفتنة لا يستطيع أحد أن يوقفها بعد ذلك يطرق فيها الدماء التي ربما لا توقف سيلها وذلك لكثرة الثوار وكثرة ما كانوا عليه من الحدة والشراسة والعداوى والعداء وإظهار ذلك لعثمان رضي الله عنه فكما تعلمون أن عثمان رضي الله عنه من أكثر الخلفاء في تاريخ الإسلام ظلم وذلك أن الثوار الذين خرجوا خرجوا كالدهماء من جراء الفتنة التي أحدثها ابن سبع اليهودي ومن كان معه من المنافقين في زمن عثمان رضي الله عنه وبدأوا يروجون كذباً وزوراً الأكاذيب على عثمان عثمان ضرب الصحابي فلان عثمان عذب الصحابي فلان عثمان نفص صحابي فلان عثمان يولي أقاربه عثمان يأخذ كذا عثمان يفعل كذا عثمان حتى أن هذه الأكاذيب ترك بعضها أثراً في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكاذيب كثير وبعضها عليه شبه بعضها عليه شبه تولية مثلا أقاربه نعم كان عمر لا يولي أقاربه رضي الله عنه كان عمر لا يولي أقاربه أبدا وليس هذا معنى أن تولية الأقارب حرام فكان هذا مذهب عمر فاستغل هؤلاء هذا المعنى الموجود في نفوس الناس تعودوا على أن الخليفة لا يولي أحد من أقاربه في زمن عمر وشدت الخليفة عمر على أقاربه حتى في الأمور اليسيرة تعلمون مثلا أمر لما أرسل أحد عمال عمر إلى عمر مالا من الشام أو العراق لا أذكر فأرسله مع ولدين من أبناء عمر كان بالشام أو العراق فأرسل معهما المال أن يسلماه إلى عمر فلما كان في الطريق تاجر بالمال وربح المال ربحا عظيما ثم داءوا إلى عمر فقالوا يا أمير المؤمنين هذا المال مال قد أرسلنا به فلان وكذا وكذا وقد تاجرنا وكذا ونحو ذلك وأرادوا أن يكون لهم نسبة من هذا الربح فحرماهما عمر رضي الله عنهما وعاقبهما واشتد عليهم بل وصل الأمر من عمر أن مر ذات يوم فوجد قطيعا كميرا فقال ما هذا القطيع؟ قالوا فلان فقال بخم بخم ابن أمير المؤمنين واحد من أبناء يعني وطالب أن يستقصى عن مال ابنه هذا من أين أتى به واشتد عليه وكان شديدا على أهله وعلى يعني زويه وعلى قرابته في أمر المال والملك والولاية والتولية فأمر رضي الله عنه كان مذهبه مذهب الورع وهذا المذهب لا يقدر عليه أحد بعد أمر لا يقدر عليه أحد بعد أمر ولا يستطيع أحد أن يفعله بعد أمر ولم يأتي أناس يتحملون ذلك من قرابة أمير أو خليفة مثل ما تحمل قرابته ويعني زوي عمر رضي الله عنه ولذلك الأكاذيب وجدت رواجا على عثمان رضي الله عنه يولي أقاربهم يعطي أقاربهم نعم يوليهم بالحق واحد من أقارب عثمان ماهر في العسكرية لماذا لا يتولى إمارة جيش واحد من أقارب عثمان ماهر في الاقتصاد لماذا لا يتولى إمارة الناس في أمر المال ونحو ذلك وهكذا حتى ولو كان في يوم من الأيام قد أذنب ذنبا أو نحو ذلك كان عمر رضي الله عنه إذا أذنب الوالي يعني عامله يعني على الإمارة كان يعزله فتأثر الناس بسياسة عمر فكان بعض العمال لعثمان ربما يخطئون فكان عثمان رضي الله عنه لا يعزل لأول مرة ولا يعزل لمجرد الذنب الواحد أو نحوه أو نحو ذلك وهذه سياسة يقتضيها الحال زمن عثمان غير زمن عمر لو عثمان كل ما أولي من الولاء أو العامل من العمال يوم يعمل فعل غلط ولا يروح شايله الدنيا كلها هتقوم على عثمان لأسباب كثيرة جدا لا يسع طوعنا الكلام حولها ومن أبرز هذه الأسباب سعة وشساعة الدولة الإسلامية في زمن عثمان رضي الله عنه في زمن عثمان أكبر فتوحات حصلت في تاريخ الإسلام حصلت في زمن عثمان رضي الله عنه فإذا فعل عثمان هذا ستضطرب الأمور ولا سيما وأن أحوال الناس مختلفة عن زمن عمر عمر كان بيبقى في زمنه الصحابة والأفاضل والسادقين ونحو ذلك عثمان في زمنه دخل العدم والبربر وغيرهم دخلوا الإسلام وفيهم ما فيهم من الجهل والأهواء وكذا ونحو ذلك فالخلاصة أن الأكاذيب التي كثرت في عثمان رضي الله عنه حملت بعض الجهلة الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه وكانوا في المدينة قوة وكثرة كبيرة جدا لا يطيق أهل المدينة أن يقاوموهم ولذلك كان هذا الأمر مأساويا على نفوس الصحابة الذين كانوا في المدينة كعلي رضي الله عنه وأبنائه ولذلك لما جاء الناس بعدها والثوار هم نفسهم جاءوا يولون عليا شوف التلبيس جاءوا يولون عليا يعني المعنى أنهم مش عايزين الإمارة ولا حاج ده نتيجة الأكاذيب التي كانت على عثمان رضي الله عنه فولوا عليا رضي الله عنه فتولى علي رضي الله عنه كارها وعلي لو سبها للثوار ماذا سيفعلون وربما أفسدوا مفسدة عظيمة لو ولوا عليهم من يريدون توليته يعني على سبيل مثال لما أراد عثمان أن يصلي بالناس لما جاء الثوار منعوه أن يصلي بالناس منعوه أن يصلي بالناس وقالوا لست إماما لنا لست إماما لنا ومنع عثمان أن يصلي بالناس رضي الله عنه انظر إلى الفتنة خلاصة أن علي تتولى في ظروف شديدة الحرارة رضي الله عنه ولذلك الخمس سنوات تقريبا ليه أربع سنوات وتسع شهور قطع علي ما حصل فيهم فتح واحد ما حصلش في الأربع سنوات وتسع شهور فتح واحد أبدا ما حصلش علي رضي الله عنه في زمانه ما حصل القتال ولا غزم ما حصلش غزم لماذا؟ لأن الدولة الإسلامية كانت في حالة من الاضطراب الشديد جداً حالة من الاضطراب الشديد جداً فكان علي رضي الله عنه يريد أن يجمع شتات هذه الدولة مع أنها قبل ما يقتل عثمان بأيام كانت قوية فتية لكن لما قتل الأمير اضطربت الدولة الإسلامية الأطرافية وأمصارية اضطربت ولذلك علي رضي الله عنه ظل كل هذه المدة يجمع شتات هذه الدولة الإسلامية الغرض المقصود نعود إلى الكلام أن علي رضي الله عنه تولى في ظروف شديدة الحراجح شديدة الحراجح قال فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشماء والحق مع علي رضي الله عنه فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبيج وعظمة الشبهة عند من لم يعرف الحال وقوية الشهر عظمة الشبهة يعني ماذا؟ إنه كثر الكذب وعظمة الشبهة طبما طلحوا علي والزبيج كانوا في المدينة لماذا لا بيدافعوا عنه؟ عثمان إذن عثمان كان الصحابة يكرهون خلافته إذن 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 حبت بقى الفتن التي وضعها وليا رضي الله أهل النفاق وانطلق الإعلام المنافق وليا رضي الله في أمصار الدولة الإسلامية في كل مكان يطلق هذه الأكاذي وعليه الدولة الإسلامية أصبحت كالقدر الذي يغلي ولا يغلي لا يستطيع أحد أن يقاوم هذا الغليان مرة واحدة قال وعظمة الشبهة عند من لم يعرف الحال وقوية الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعد الداره من أهل الشام ويحمي الله وعثمه أن يظن بالأكابر ظنون سوء ويبلغه عنهم أخبار منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه وانضم إلى ذلك أهواء أخوام يحبون العلوة في الأرض وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطوار الخوارج سبحان الله في زمن علي رضي الله عنه عندما تولى الإمارة أشوفوا الحال كان هناك اضطراب ليس له حد ومع ذلك في تقديري أنا الشخصي أقول أن هذا في الحقيقة آهوا بكثير من الحال الذي نحن نعيش ده إحنا بنعيش في زمن أنا في الحقيقة كنت أن أقول مرتدين ليسوا منافقين أنا في الحقيقة أكاد أقول اللي بيطلعوا فسال إعلام دول أكترهم مرتدين مرتدين صراحة ولا ياذب الله هجوم على الشريعة الإسلامية بفجر والألفاظ صريحة في رفض شرع الله سبحانه وتعالى ولا ياذب الله وفي ذات الوقت يحبلون أسماء الإسلامية ولذلك هذا يذكرني بقول حذيفة رضي الله حذيفة في زمن حذيفة رضي الله عنه في زمن الصحابة الأكادر سمع حذيفة رضي الله عنه رجلا يدعو يقول اللهم دمر أو اهلك المنافقين قال يا ابن أخي لو خالت منهم الديار لا استوحشتم في طرقكم أو لو أهلك الله المنافقين لا استوحشتم في طرقكم ياه لو أهلك الله المنافقين لا استوحشتم في طرقكم إيه ده في زمن حذيفة بيقول له ده لو ربنا ستبدأ دعوتك الطرق هتبقى فاضية الشارع هتبقى فاضية ياه ومن لو دلوقتي ربنا استجب دعوتنا ده حدا عجيب ده النفاق والعياذ بالله في هذا الوقت ما حدث ولذلك حذيفة رضي الله عنه كان يقول للردل المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهوا من المنافقين على زمانكم قال الرب والينا قال كانوا يستترون بالنفاق وأما في زمانهم فإنهم يعلنون ذلك ولا يزل الله عبد الله بن أبايد بن سلول كان بيوقف في الصف في الأول أحيانا في الأول أحيانا كان بيوقف عبد الله بن أبايد بن سلول وكان بيحضر الجماعة أقول على الأقل ثلاث صلوات العشاء والماء والفاجر ممكن ما يجيش عبد الله بن سلول لكن على الأقل ثلاث صلوات كان بيحضر عبد الله بن سلول دول ما بيدخلش المسجد ولا عايزين مساجد في البلد ولا عايزين أصلاً يكون في أي مظهر لدين الله وعايزين الفجور والعري والخمر والزنا والإجرام والنصارى معهم ولا يزل الله عايزين هما دول يعدوا في البلد بس محدش تاني يعد في البلد أي حد يقول لا إلهي من الله إسلام اطلع برضه ولا يزل الله ولذلك في الحقيقة ما هؤلاء القوم حسبنا الله ونعم الوكية حسبنا الله ونعم الوكية قال والحق قال فالخلافة ثبت نعمير المؤمنين رضي الله عنه وصلنا في الأرض قال وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاء الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه ومن تنتصر له قبلته يعني كان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاء الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه يعني كان فيه من الذين قتلوا علي رضي الله عنه في معسكر علي بس كانوا في الحالة مدلي وفي حالة كأنهم ينصروا الخير نحو ذا قال ومن تنتصر له قبيلته ومن لم تقم عليه حجة بما فعله شبه دي كله من تنتصر له قبيلته ده ابتداء في حال من في حال من ثبت عليه الجريمة يعني اللي ثبت عليه أنه كان من قتلة عثمان له قبيلة أو قبائل وطرعد له الأنوف طرعد له الأنوف يعني لو حاول عليه رضي الله أنه يأتي بهذا الإنسان ليثأر له العثمان اضطربت الدولة الإسلامية لكل واحد من الثوار اللي قتلوا عثمان خصوصا لهم قبائل وطرعد الحروب القبلية حروب رهيبة جدا طرعد لهم الأنوف ولذلك علي رضي الله عنه كان في حيرة طب يقبض على هؤلاء ويقتلهم فأرى العثمان طب ما هو لو قبض عليهم الدولة الإسلامية قل لها هتصير صراع دمو صراع دمو نعم قال ومن لم تقم عليه حجة بما فعله ومنهم من لم تقم عليه حجة بما فعله منهم اللي هو بس بس مجرد فلان هو اللي كان في القتل بطل عثمان ولا مش ولا كانش موجود قال ومن في قلبه نفاء كل دلقا موجود لم يتمكر من إظهاره كله قال ورأى طلحة والزبي أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعذوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه يعني طلحة والزبي كانوا يطلبون من علي أن يقبض على قتلة عثمان وعلي كان يرى أن هذا يحدث اضطرابا شديدا في الدولة الإسلامية قبائل آلاف مؤلفة تتحرك وفتنة عثمان وقتل الأمير ده ممكن يبقى أشد منها كما إذا كان عثمان أصلا لم يقتل أحدا منهم وقتلوه فما بالك لو علي قاتل كل هؤلاء فكان الزبي وطلحة رضي الله عنهما يرون أن علي يجب عليه أن يأتي به هؤلاء ويقتلهم وإلا كان غضب الله عليهم كانوا يخفون إنه غضب من ربهم عليهم أنهم لن يثأروا لعثمان فدرت فتنة الجمل على غير اختيال من علي ولا من طلحة والزبي فتنة الجمل كانت من غير اختيار لا من علي ولا من طلحة ولا الزبي ولا أم المؤمنين رضي الله عنه باختصار كانت فتنة الجمل معركة الجمل عبارة عن أو أصلها كان أن أم المؤمنين رضي الله عنهما أرادت أن تجمع الصف أن تجمع الصف المختلف طلحة والزبير تركوا المدينة ورحلوا إلى الشام ورحلوا إلى الشام أم المؤمنين كانت في مكة في أثناء مقتل عثمان في الحج فلما سمعت بأن علي لم يقتل قتلة عثمان الآن لم ترجع إلى المدينة وإنما انطلقت إلى الشام انطلقت إلى الشام وهي تريد بذلك رضي الله عنها أن تجعل على علي نوع من الضغط المعنوي أن أهل الشام يريدون الفأر العثمان فلما وجدت أن الأمر ليس كذلك أرادت أن تجمع الصف وأن تصلح بين الفريقين رضوان الله عليها فخرجت رضي الله عنها في وفد كبير في وفد كبير تريد أن تكلم علي وتكلم أصحاب النبي سلم الذين كانوا مع علي في الأمر لأجل أن يجمع الصف فخرجت في مقدمة الصفوف رضي الله عنه وكان الخوارج في صف علي يحردون على القتال وهناك من يحرد نحو ذلك فأرادت أن تجمع الصف حتى أنها رضي الله عنها تقدمت على الصفوف وأرادت أن تكلم علي في الأمر واتتكلم مع الجميع فإذا بالمندسين في صفوف جيش علي يمطرون جمل أم المؤمنين بالرمي حتى صار جمل أم المؤمنين وكان عليه هودج وهي داخل الهودج فصار الجمل بالهودج كالقنفد صار الجمل بالهودة كالقنفد تعرفون حيوان القنفد صاحب الأشواك الكثيرة من كثرة السهام التي ضربت علىه يعني جمل أم المؤمنين فلما رأى فريقه طلحة والزبير هذا المشهد تحرقنا وقالوا يريدون قتل أم المؤمنين فهنا ثارت الثائرة وانخلط الفريقان وكانت المعركة وكانت المعركة قالوا إنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين ثم جرت فتنة صفين لرأيه وهو أن أهل فتنة صفين اللي كان بين علي رضي الله عنه وبين معاوية ومعه أجوان مباهرين قال ثم جرت فتنة صفين لرأيه وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طروا على الشهيد المظهر أهل الشام كان لهم رأيه أنهما يرون أنه لا بد من الثأل العثمان خصوة المعاوية رضي الله عنه هو أمير الناس في الشام وهو ولي الدم يعني هو قريب عثمان أموي أموي وهو قريب عثمان وأم سلم رضي الله عنها من أمهات المؤمنين أيضا كانت في هذا الوقت في الشام وقد رحلت أم سلمة كذلك وزوجة عثمان أيضا كذلك نائلة رضي الله عنها رحلت أيضا إلى الشام وجعلوا يطلبون من علي من معاوية أن يطالب علي بالثأر لعثمان رضي الله عنه وقيل حتى فيما ذكر أن قميس عثمان قد جاءت به زوجته إلى الشام فكان الناس إذا رأوا قميس عثمان بكوا يعبكوا ويعني ثاروا لذلك قميس عثمان طبعا مليء بالدماء وذلك أنهم قطعوا رأس عثمان رضي الله عنهم ويعني عقبهم الله سبحانه وتعالى بما يستشقون ولذلك هذه كانت ثورة شديدة جدا طائفة عند معاوية رضي الله عنه تقول لا لازم نقتل قتلة عثمان والطائفة عند علي رضي الله عنه وكان علي هو صاحب الحق ترى أنه ليس الوقت مناسبا شوفوا التقديرات يا أخواننا وتقدير الأمور وقبل القرار ما يعطى والمسألة مش مجرد حماسة ولا مجرد عاطفة فقط والله الأحداث سبحان الله الشواهد واحدة مع اختلاف الشكل لكن الشواهد واحدة كثير من إخواننا وخصوصا الشجاب وغيره تراهم الآن المسألة عندهم عواطف عواطف حتى بعض المشايخ حفظهم الله تعالى تعاملوا مع الأمر بعواطف أيضا نوع من العاطفة فقط العاطفة إن إحنا بنحب الشرع ونحو ذلك وفي لام بيقول إحنا هتقوم الشرع خلاص يبقى اختم بالعشرة خلاص ما فيش كلام تاني طيب حساب مصالح ومفاسد حساب أفضلية حساب كلا حساب 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 كل ذا ملعب ولذلك انظر إلى هذه الفتنة أصحاب معاوية رضي الله عنه أمامهم قميس عثمان الملطخ بدماء عثمان وقتل أمين المؤمنين بصورة طبعا مستفزة أن يحاصر أمين المؤمنين شهرا كاملا ويمنع عنه الأكل والشرب حتى يدخلون إلى بيته ويقتلونه وهو يقرأ كتاب الله تعالى ويسيل دمه على المصحف انظر إلى هذه الصورة يعني نقول الصحابة اللي كانوا معاوية رضي الله عنه والناس اللي كانوا معاوية أسف الضغط عليهم النفس كبير جدا إن مقتل عثمان إنما أنت الضغط النفس عليك على إيه معزرة يعني على إيه هو في حد من الموجودين حاليا دلوقتي مبشر بالجنة مثلا واحد من الموجودين دلوقتي مثلا يعني شهد له مثلا من رسول الله سبحانه مثلا زي عثمان ولا حاجة يوم الشبهة تقوى عندك لو ما كانش فلان يبقى نقاتل ونحو ذلك ولذلك انظر إلى عثمان رضي الله عنه هو الفتنة اللي كانت موجودة بين الصحابة وأنا بركز جدا من الكلام لتعذروا الصحابة الجميع رضي الله عنه وهذا هو الواجب هيجي معنا فقرة فيها كلام عن عقيدتنا فيما نشب بين الصحابة من خلاه ولذلك كان علي رضي الله عنه له رأي ومعاوية له رأي ورأي علي كان هو الأصور رأي علي كان هو الأصور وعلي رضي الله عنه ما أخذ هذا الرأي من نفسه فحسب بل له في ذلك سلف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي لما يترك قتل الثوار الذين قتلوا عثمان درءا لمفسدة كبيرة سيكون على إثرها فوضى عامة في الدولة الإسلامية ده نعم الرأي نعم الرأي كان من علي رضي الله عنه وله في ذلك سلف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن طعن المنافق الأكبر ومن معه على زوج النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلون طعن على زوج النبي سلم وأخبر الله تعالى بالوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن أبي ومن معه طعنوا في أم المؤمنين ورموها بالزنة وده الناس شرف مقام البيت النبوي ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخام الحد حد القذر على ثلاثة من أصحابه شاركوا المنافقين في الفرية ولم يقم الحد على واحد من المنافقين عبد الله بن أبي بن سلون ومن معه ما أخام النبي سلم عليه من حد طب تخالي إنت بقى لو كان حصلت الحكاية دي في زمان نحن كانوا الشباب عملوا إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم وإخواننا الطيبين المتحمسين ده كانوا شتموا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له انت هيه ده اللي بتعمله ده انت الصحابة تجلدهم وتسيب المنافقين انت خايف منهم ولا إيه ده احنا هنعمل وهنسوي وهنفجر ونكسر ونخرب مش ده الحال اللي احنا عايشينه ده ده يطلع العلماء أو الأكابر أو نحو ذلك يتكلموا في مصالح وما فاسد للأمة يطلع إخواننا الطيبين ربما الأمور مش راضحة عندهم يقول لك لا هو كده ولو ما كانش كده ده انتوا خوانا انتوا بعتوا القضية انتوا مش عارف عملته وانتوا سويتوا إن لله وإن إلي رضيكم قال لا يصلح أن تظلها كلا يعني في معسكر كبير جدا في الدولة الإسلامية خارج عن الطاعة خارج عن الطاعة وإن هذا يجرق خطاعات أخرى في الدولة الإسلامية أن تفعل نفس الفعل فاجتهد علي رضي الله عنه في أن يردهم بالقوة يردهم بالقوة تقول لك انت مثلا طب ما هو طب ما علي هنا قاتل طب ما فنقاتل مين الثوار فنقاتل الثوار لا الثوار كان ضررهم أشد بكثير من قتال فئة معاوية فئة معاوية فئة معروفة منحازة فين في الشام إنما الثوار فين كل أنحاء الدولة الإسلامية كل أنحاء الدولة الإسلامية في جميع الأنصار ولذلك علي هي قاتل مين ولا قاتل مين إنما الذين كانوا معاوية كانوا منحازين في جزء واحد في الدولة الإسلامية وهو الشام وعلي رضي الله عنه اجتهد كذلك في أنه لو أنه خرج إليهم ربما رجعوا رجع قال فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب الواجب عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوه فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال وفعد عن القتال أكثر الأكابر يعني الصحابة رضي الله عنه أكثرهم قاعد عن القتال في هذه الفتنة لما سمعوهم من النصوص في الأمر من قيود في الفتنة ولما رأون من الفتنة التي ترد مفسدتها على مصلحة أم الصحابة التي امتنعوا رضي الله عنهم اجتهدوا في ذلك اجتهدوا في ذلك لأن المصلحة ربما المفسد أكبر فامتنعوا وعلي رضي الله عنه ومن كانوا معه اجتهدوا في أن المصلحة أكبر في رد الجماعة الخارجة عن طاعة أمير المؤمنين بالقوة حتى ترجع وتكون الدولة الإسلامية كلها دولة جولة كلها مطربة قال ونقول في الجميع بالحسنة ربنا اغفر لنا والإخوة من الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أغفر والفتن التي كانت في أيامه قد صام الله عنها أيدينا فنسأل الله أن نصوم عنها أذ سنتنا بمنه وكرمه وهذا هو اعتقاد أهل السنة شوف ظاهر حتى من طريقة ختم الإيمان ابن بن عزل للكلام إن ربنا عصمنا من إحنا نكون موجودين في الفتنة يبقى نعصب أنفسنا من إيه كذل؟ من الكلام إن إحنا نتكلم بسوء فيهم رضي الله عنهم ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يلتمسون العذر للصحابة فيما نشب بينهم من خلاف ويقولون كلاهم اجتهد وكل مأجور وكان علي رضي الله عنه أكثرهم صوابا قالوا من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعليه أنت مني في منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده ده قيد خطير إلا أنه لا نبي بعده حتى لا يعني يخلط من يخلط ويقول أنت مني منزلة هاروني بأعليه لنبي وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لو أعطينا الراية غدا رضوا لكم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولهم قال فتطاولنا لها رضي الله عنهم أجمعين الصحابة كلهم فتطاولنا لها يعني ماذا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم هم يقوموا يعملوا إيه هم رضي الله عنهم يقوموا يتطاولون لها يعني لو مثلا واحد دلاتي كده مثلا إخوة وراء العمود أنا مش شايفي مش كده فلوه عايز ورين نفسه هيعمل دلاتي هيطلع من وراء العمود فالصحابة عادين كلهم فكأن كلهم حيثون بيقولين كم مش شايفين كأنه لا يراني يوم يعمله يتطاول لا كل هؤلاء رضي الله عنهم يتنافسون على ماذا على الإمارة على رضل على رضل يحب الله ورسوله ويحبوه الله ورسوله منقبع منقبع عظيمة جدا ولذلك كل حيثون تمنى أن يعطاه فقال ابعوا لي علي قال فأتي به أرمد أرمد يعني أصابه ورمد في عينه فبسق أي النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه سبحان الله أرمد يعني أرمد مشهد ده عجيب إحنا طبعا مش هنفصل فيه طويلة لعشان نأخذ الفقرة فأنظر إلى علي رضي الله عنه الصحابة كلهم موجودين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أعطينا الراية رجل أن يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كله منتظر وهو مش موجود أصلا وفي هذا الحديث درس في الإيمان بالقضاء والقدر كذلك درس في السعي أو في عدم السعي للطلب الإمارة وشرف الدنيا ونحو ذلك ولذلك جاءت لعلي وهو في بيته رضي الله عنه قال ولم نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهله لما خرج للمباهلة مع النصار وفد نغران فخرج بعلي وفاطمة وحسن وحسينا دل على فضل علي رضي الله عنه ومكانته ولذلك نقول في علي أنه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الرابع بعد عثمان ولا نقول فيه كما قالت الشيعة الرافضة قبحهم الله تعالى الذين يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم ينصبوا علي أميرا على المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطعنون على سائر الصحابة إلا من اعتقدوا فيه ما هو سبق التمنيه عليه ثم قال قوله وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون قال في الشرح تقدم الحديث الثابت في السنن وصحه التلمذي عن العرباد المسارية أنهم الخلفاء الراشدون يعني من؟ الأربعة الخلفاء الراشدين ويأتي بعدهم الحسن رضي الله عنه قال تقدم حديث العرباد المسارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها الخلوب القلوب ذرفت منها العيون أي الدموع ووجلت منها الخلوب أي خافت فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ موعظة طويلة ومؤثرة جدا قال كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ وصيّه قال أصيكم بالسمع والطاع فإنه من يعيش منكم من بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عرضوا عليها بالنواجس قال أصيكم بالسمع والطاع فإنه من يعيش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجس وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ظل يباح فالشاهد من هذا الحديد قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تزكية عظيمة جدا للذين جاءوا من بعده ومع ذلك الشيعة يسبون الخلفاء الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتيب الخلفاء الراشدين أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة ترتيبهم في الفضل كأشخاص كترتيبهم في الخلافة أفضل الصحابة هو أبو برق ثم عليك ثم عمر ثم عثمان ثم عليك أضوان الله عليه ولذلك في الحقيقة يعجبني جدا ظارة الله فيهم أئمة الحرم خصوصا وكثير من أئمة الحجاز الإكثار من الدعاء للخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة وختام الخطبة الجمعة وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيدعون ما يقولون وعلى أصحابهم وخلفائهم الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليه المجمعين قال بترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل وترتيبهم في الخلافة ولأبي بكر وعمر رضي الله عنه من المزيه لأبي بكر وعمر خصية كذلك تزيد أما النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين ولم يقضرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر يعني يقول سنة الخلفاء الراشدين فيما كان دينا أما أبو بكر وعمر فالأمر على الإطلاع وهذا في الحقيقة يعني الحديث إن صح يعني وهو أن كان محل خلاف بين أولمان فقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وفرق بين أتباع سنته وفرق بين اتباع سنته وفرق بين اتباع سنتهم والاقتدائيهم فحال أبي بكر وعمر فوق حالي الثنان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي وهذا عامة أهل السنة يعني حتى هذه المسألة الخلاف فيها لا يبدأ فيه المخالف وإن كان الصحيح هو فضل عثمان علي وهو قول عامة أهل السنة وقد تقدم قول عبد المحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون برج سنة فلم أرهم يعدلون برج سنة وقال أيه استختياني من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار أزرى يعني حقّر من رأي�Mar مهاجرين والأنصار حقّر من رأي� academia والأنصار وخلل من شأنهم لماذا؟ لأن هذا رئي المهاجرين والأنصار أين هذا؟ أي نعم وذلك لما ول المسلمون عثمان رضي الله عنه وكانوا هم المهاجرون والأنصار وفي الصحيحة عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان نقف على قوله وعما العشرة الذين سمناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجلل إلى آخر كلامه إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالي أقول قلناها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر